أصعد الله أوقاتكم مشاهدين الأعزاء وأهلا ومرحبا بكم وهذه الحلقة من برنامج سيدا وبين الواقع والتطبيق المجتمع الفلسطيني لا يختلف كثيرا عن المجتمعات العربية الأخرى من حيث الموروث الثقافي والبنية الاجتماعية إلا أن الأمر لا يخلو من بعض الخصوصية فهو مجتمع مناضل يسعى بكل أفراده للخلاص من الاحتلال ونيل الحرية عانت المرأة الفلسطينية التي تشكل نصف المجتمع من اضطهاد مزدوج قومي بسبب الاحتلال الإسرائيلي وجنسي مبروث من العادات والتقاليد التي يقوم على التمييز بين الجنسين إلا أن ذلك لم يمنعها من أن تكون لبنة فاعلة في الحركة الوطنية الفلسطينية مما أهلها لتبوأ مراكز قيادية في المجتمع الفلسطيني ولكن ومع هذه المشاركة المتميزة في النضال ضد الاحتلال إلا أنها لا زالت محدودة في سوق العمل تكمن قلة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل ليس في تعطيل العملية التنموية فحسب بل وفي انتهاك حق من حقوقها الأساسية وفي تحديد خياراتها وقراراتها عن واقع المرأة الفلسطينية واتفاقية سيداو وأثار انضمامنا لاتفاقية سيداو وتحديدا للمرأة العاملة يسرنا ومشاهدينا أن نستضيف السيد عيشة حموضة من نقابة العمال مسؤولة اتحاد العمال مسؤولة دائرة المرأة أهل وسهلة ست عايشة وأيضا السيدة إيمان عساف رئيسة وحدة النوع الاجتماعي في وزارة العمل وأيضا عضو في فريق سيداو أهل وسهلة ست إيمان يعني احنا كثير التقينا قبل هالمرة وحكينا عن واقع المرأة الفلسطينية في سوق العمل تحديدا لكن المختلف الآن حول اتفاقية سيداو ما الذي ستؤثره انضمامنا لاتفاقية سيداو على المرأة الفلسطينية العاملة يعني أنا بداية بحب أوجه تهنئة لكل النساء العاملات في بداية العام الجديد وهذا فرصة لحتى أوجه هاي التهنئة الشيء التاني طبعا اتفاقية سيداو وهي من مجموع الاتفاقيات اللي وقعت عليها فلسطين واللي مفترض انه يكون فيه لها بكل نهاية سنة تقرير الظل او حتى تقرير الحكومة شو الأولويات اللي بتشتل عليها شو احنا شو منشوف كاتحاد نقابات عمال فلسطين موضوع سيداو وانعكاس على المرأة لانه كمان جزء كبير من الاتفاقية سواء اللي لها علاقة بمادة 30 32 35 هاي المواد اللي موجودة باتفاقية سيداو جزءا ما تطرقت لواقع المرأة في سوق العمل وهذا حط عندنا اولوية انه شو الاليات الداعمة لانه كمان منظمة العمل الدولية ضمن اتفاقياتها حكت كمان عن المساواة في سوق العمل للمرأة والرجل لكن كمان مدام فيه اتفاقية سيداوية يبقى فيه طرف اخر رح يكون جانب داعم لانه يكون فيه الزام باتجاه الاولويات والاجراءات اللي يجب اخذها في سوق العمل لحتى يكون هناك فيه مساواة بين الرجل والمرأة وخصوصا انه بالمؤشرات اللي المفترض خلال يومين ثلاثة تخرج عن تقرير مركز الاحصال الفلسطيني ما زالت المرأة في قطاعات محدودة الاكثر فقرا الاكثر انتهاكا اكثر عدم تطبيق قانون العمل الفلسطيني والقطاعات الاخرى اللي المفترض فيها عمل لائق رواتب على الاقلية تصل للمستوى المتساوي ما زالت المرأة هي متدنية فيها وفي محاربة لوجود النساء يعني رح نحك عن هاي القطاعات تحديدا واقع المرأة لكن اتفاقية سيداو جاءت مكملة وداعمة لاتفاقيات ومواثيق دولية هل جاءت بجديد اخت ايمان في موضوع العمل وحقوق العمل ما جاءت بجديد لانها نصت على تنفيذ اتفاقيات ومعايير العمل الدولية فلسطين ليست عضو في منظمة العمل الدولية حتى الان وعند وضع التشريعات من بداية تأسيس السلطة اخذت بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية ولكن ما نتحدث عن موائمة كاملة منحكي عن اخذت بعين الاعتبار كونا كسلطة كنا غير اعضاء في منظمة العمل الدولية لحد الان احنا غير اعضاء في موازين داخل المنظمة يعني شوي تعيق عضوية فلسطين فيها حتى الان اجت اتفاقية توقيعنا على اتفاقية سيداو وعلى العهدين الدوليين ومجموعة اخرى من الاتفاقيات صارت داعمة وملزمة ملزمة لفلسطين على الالتزام بالاتفاقيات اللي وقعت عليها هيك غطت موضوع العمل يعني بالتالي كل ما جاء عن العمل والتوظيف في اتفاقية سيداو هو بالرقم بارقام المعايير الدولي واتفاقية العمل الدولي وهذا ايجابي هذا جيد يعني احنا هناك مش اعضاء محدش بسائلنا بس هون احنا اعضاء في مسائلة علينا وبالتالي احنا نتعرض للمسائلة على عدم تنفيذ ما ورد في هاي الاتفاقيات وهذا الايجابي بالموضوع نعم نعم اخت عايشة عن واقع المرأة العاملة انضمامنا لاتفاقية سيداو انتم تتابعون في اتحاد نقبات عمار فلسطين تحديدا في دائرة المرأة معاناة المرأة الفلسطينية هل ستحدث تغيير ام نقل للأفضل ام سيبقى الوضع كما هو عليه طبعا مع اعطاءنا نبذة عن حال المرأة في سوق العمل طبعا انا بالبداية بهمني كمان اشار انه اتفاقية سيداو ولا حتى اتفاقية منظمة العمل الدولية اللي من ضمنها البوابات اللي خاصة في المرأة والمساواة بيناتهم كمان اهداف التنمية المستدامة واللي حكته الزميلة كمان العهد الاول والعهد التاني الاقتصادي والاجتماعي اللي كمان صادقت عليه فلسطين هاي كلها مجتمعة حتى معايير حقوقي احنا مية وتمانين اتفاقية موقعين عليها العلاقة بحقوق الانسان ومن ضمنها العلاقة بالحقوق كل هاي مجتمعة رح تساهم على انه يكون فيه هناك وبجزء بدائرة التشغيل باللجنة الوطنية صار عنا رؤية واضحة ربط هاي الاتفاقيات في تعديل قانون العمل منظور النوع الاجتماعي واللي مهمة اولوية عندنا تعديل قانون العمل منظور النوع الاجتماعي اولا باتفاقية سيداو في تعريف للعنف لانه في قانون العمل الفلسطيني لا حكى عن تعريف التمييز ولا حكى عن تعريف العنف صار فيه فعه الأقلية لو بتاني اسمه اتفاقية سيداو تضغط مع معايير منظمة العمل الدولية لما منعدل القانون يكون فيه بوابة خاصة في المرأة وما يتعلق بالعنف المبني عن نوع اجتماعي في مواقع العمل لتعديل قانون العمل فعليا وبجزء الاختيمان راح تحكي عن جزء منه واللي احنا كنا باتحاد نقابات عمال فلسطين لسنين عم منناقش وبجزء بجلسة من اللقاءات حكينا عن انه فيه شكاوي من قبل العاملات عن ثغرات موجودة في قانون العمل الفلسطيني اسهمت انه يكون فيه هناك تدني في تطبيق قانون العمل ومن ضمنها الحد الأدنى للأجور اللي لهناك هذا القانون بمعزل عن شغلتين مهمين الاولى اولا ما راع السنين وتعداد السنين للحد الأدنى للأجور وهي فيه فعلا فيها مشكلة حقيقية عندي النساء يعني انا ممكن اكون متوظفة بالالفين وثلاثتاش بالف اربعمية وخمسين شكل وتيجي موظفة اليوم تتوظف الالف اربعمية وخمسين شكل فصفيت انا في السنين المتراكمة مش محسوبة وهات كانت احد الثغرات الجانب الثاني انه الحماية للعمل في مطالبته في حقوقه للعمال وهي كانت مشكلة حقيقية راح تروح للفصل التعسف وهو باخد فصل التعسف في ظل اعداد كبيرة من البطالة وبالاخص عندي النساء لان احنا نحكي عن نسبة عالية في الضفة وفي غزة عنديش تقريبا نسبة البطالة تقريبا هي مجموعة 38% بكل فلسطين للنساء بغزة اعلى من الضفة لانه نسبة الفقر عالية لكن في مشكلة اكبر نسبة التشغيل للنساء في غزة فيها انتهاك اعلى لانه الرواتب متدنية والنساء تقبل باقل في نساء تشتغل في اليوم بعشر شكل وبخمستاشر شكل لانه هي مضطرة انها تشتغل لتلبي احتياجات الاساسية هذا الشيء الشيء الثاني كمان انه في غلاء معيشة في سوق العمل الفلسطيني مهول الى علاقة بالمواد الاساسية لانه ما في مواد اساسية مدعومة وهذا حط اولوية انه تتطلب انه المرأة والرجل يشتغلوا فصفة الرجل بحاجة لعمل المرأة ولو برواتب متدنية زي اللي بقول انه اسناد وجزءا ما للأسرة هذا جانب الجانب الثاني كمان اللي له علاقة بعملية الجزاءات في قانون العمل الفلسطيني ما كانت رادة على القطاع الخاص في هناك استهتار واستعباد من قبل القطاع الخاص موجود في سوق العمل الفلسطيني لا يكترف بعدم تطبيق قانون العمل الفلسطيني وكمان مهم ان نحكي عن مركز الاحصال الفلسطيني لما بحكي 24 في المية في سوق العمل الفلسطيني اللي بياخدوا بس نهاية الخدمة يعني انت عندك 70 في المية من القوى العاملة ما بتاخد نهاية خدمة وهذا مؤشر كتير خطير انه هاد احد الحقوق اللي اقرها قانون العمل الفلسطيني من الالفين يعني اليوم بنحكي احنا هاينا بدخولنا التسعتاشر سنة على هذا القانون كمان باجازات الامومة المستويات الاحصائية لاكتساب هاي الحقوق كلها من 24 لأعلى شيء واصل لاجازة الامومة اللي هي 40 بالمية يعني انت اكتر من النص في النساء بتاخدش اجازة الامومة وهذا كمان بيحط عندنا اولوية انه شو الالي فعلا هل في فعلا توجه لانه يكون في نساء متساوية في العمل ووصول لعمل لائق للرجل المرأة في سوق العمل الفلسطيني ولا احنا في تردي وتراجع لمستوى عمل المرأة وتدني المكتسبات اللي هي المفترض انها ترتفع مش تنخفض هاي هذه رصد التدني الانتهاكات وانتهاكات واقع المرأة برشه ببين من جهاز الاحصان المركز ولا يعني كم بوزات العمل في رصد ايمان بوزات العمل في رصد لانه في عنا الدارة العملية التفتيش وحماية العمل بتكون بالزيارات الميدانية بترصد هاي الانتهاكات في اللجنة الوطنية لتشغل النساء عملت اكتر من دراسة على اكتر من قطاع تحديدا هما اذا بنحكي عن النساء وين موجودة بسوق العمل بنحكي عن قطاع الخدمات هو اللي بستوعب اعلى نسبة من النساء ويليه قطاع الزراع القطاعين هدول الانتهاكات فيها عالية جدا تصل كل انواع واشكال الانتهاكات الموجودة وهي القطاعين تقريبا هما قطاعين غير منظمين او العمالة فيهم غير منظمة يعني انه ليش النساء معظمها في العمل اللانظامي اللي لا ينطبق عليها قانون العمل يعني باتفاقية السيداء والليه موضوع حلقتنا في يعني تعرضوا للتشريعات كتشريعات وتعديلاتها بما تضمن هل نقلتين اعطوا الامان كان هذا السؤال انه كان في تقديمكم للتقرير الرسمي شو كانت النقاط واهم القضايا اللي ناقشتوها صحيح يعني في موضوع التوظيف والوظائف والمشاريع الصغيرة في موضوع الحماية يعني سواء الحماية الاجتماعية او الحماية القانونية بما يتعلق بقانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي في موضوع التشريعات والتمييز في التشريعات رغم انه يعني قيلة عن قانون العمل أنه قانون عصري قيانساً بالمحيط باللغم من الإشكاليات الموجودة قيل عنه عندما تم إعداده أنه قانون عصري نسبة لدول العربية المحيطة أو المحيط فيه لكن حقيقة المشرع أيامها ما كان أنا بستخدمها الكلمة العبل بستقيد النوع الاجتماعي ولا النظارات النوع الاجتماعي وبالتالي ما كان فيه عمق النظر لقضايا النساء واحتياجاتهم عند أعداد هذا القانون القانون حكي عن عدم التمييز في مادتين من المواد وبالتالي المواد المادة أظن ثلاثة أربعة المادة أربعة والمادة مية وبالتالي أعتبر أنه القانون لا يميز بس هاي المادتين هين موادتين سماء كل واحدة فيهم مادة سماء والمادة الأولى تقع خارج حدود توقيع جزاءات أو مخالفات على صاحب العمل اللي بتجاوزها لأنها جاي في الأحكام العامة أصلا على أي أساس شو التمييز شو يعتبر التمييز ما في موضح ما في تعريف واضح هلأ بسيدة وطالبونا بتعريف هذا يدخلوا هلأ موجود مفروض التمييز موجود في أكتر من تشريع بفلسطين بس على توحيد هذا التعريف ووجوده تعريفه بما يتلاءم مع سوق العمل يعني إيش التمييز في سوق العمل إمتى بتشار المرأة بالتمييز وكيف إحنا طلبنا أبعد من هيك إحنا هون بفلسطين لسا كلنا أنه نستغل هذا التعديل بتعريف التمييز ومنسخه الأعمق شوي شو آليات أثبات التمييز أنا إمرأة رح على سوق العمل كيف ده أثبت أنه تميز ضدي طيب أثبتت أنه تميز ضدي شو الإجراءات للتقادي وإجراءات أنه أخذ حقي إحنا هذا طائم طالبين وأدخلناه على تعديلات تشريع العمل تشريعات العمل من منظور النوع الاجتماعي وبالتالي يعني هاي قضية يعني قضية التشريعات قضية الحماية جزء من تعديل التشريعات وتنفيذها في قضية يعني نسبة النساء في سوق العمل يعني كانت عم تحكي زميلتي عن نسبة بطالة عالية وبنحكي كمان عن نسبة تشغيل أو نسبة مشاركة نسبة مشاركة في سوق العمل المتدنية لا تتجاوز العشرين يعني عن تسعة يعني آخر شيء تسعتاش بوينت تسعة وبوينت سبعة وحتى تسعتاش وحتى عشرين حتى في القطاع الخاص بالعام مجموعهم مجموعهم الحراك كله بدور يعني حوالين الواحد بالمية نزولا أو صعودا يعني مفيشها الحراك إذا بدك تقارني قبل عشر سنين بتقولي أوكي فيه شوية حراك بس الحراك وين رأى تركيز على البطالة وليس تركيز في التشغيل يعني إحنا بنحكي عن التسعتاش بالمية نصهم خمسين بالمية بالزبط هم عاملات لديهم وظائف وخمسين بالمية يبحثنا عن عمل إحنا لما نقرأ الرقم الإحصائي المشاركة تعني العمل والبحث عن عمل إذن النساء زادت مشاركتهم ولكن مش أخذت وظائف واشتغلات راحت على البحث عن العمل هذا بعطيني تفسير لما بيطلع للإحصاء رقم أو بيطلع لي مؤشر بقول إنه النساء الأكثر تعليما أو المتعلمات 13 سنة فيما فوق هم الأكثر بطالة ونسبة بطالة أعلى لكن هدول النساء نجب نقرأ الرقم كله بشكل صحيح هدول النساء هم الأكثر تشغيلا هم النساء الأكثر عندهم فرص عمل بسوق العمل وهذه لازم دائما نظهرها كيف تكون لهم فرص أكبر أهلا بشرح لك ياها بس إحنا أنا خوفي وتخوفي إنه لما بنحكي إنه هدول النساء هم الأكثر بطالة بنروج لإشي إنه يا أهالي ويا أولياء أمور استثماركم في تعليم بناتكم خسران ما تعلموا لأنه الأقل تعليما مضي على الوقت التعليم مضي على الوقت وبلاكوش في فرص عمل خليهم روح تدريب ماني خليهم يروحوا يشتغلوا مباشرة منهم 16 أو 17 سنة لكن إحنا إذا بنيجي على العاملات اللي هم 50% فقط من 19% المشاركات 40% منهم من اللي يشتغلوا هدول هم حاملات شهادات 13 سنة فأعلى إذن هو يعني الاختلاف اللي صار إنه النساء الأكثر تعليما صار عندها أكثر مطالبة وأكثر تصميم على البحث عن العمل هذا هو التفسير عشان يكزادوا بالبطالة بس هم الأكثر موجودين في سوق العمل نعم إنه قد على خدمات بشكل لكن بالمقابل إنه نسبة عالية عندنا من خرجي الجامعات هم من الإناث ولكن مشاركتهم في سوق العمل هي مشاركة بطبنية قياسا بحصولهم على الشهادات فيه كمان فيه تحدي كبير كان إنه دراسة النساء في التخصصات اللي في الجامعة ما بتواهم احتياجات سوق العمل وكانت هاي أحد الأسباب لارتفاع نسبة البطالة يعني إحنا بجوز هلا التربية تقول بدي مثلا فيزياء ولا محاسبة بتلاقي من هون لسنتين ثلاثة النساء توجهت بدون توجه مهني أدرس بالمحاسبة وهذا كمان أحد التحديات اللي كانت أحد الأسباب لارتفاع نسبة البطالة هذا جانب والتاني اللي بدي أحكي عنه بما يتعلق بسيداو وبجوز وأربطه في اتفاقية منظمة العمل الدولية وخصوصا إنه رح يكون فيه مؤتمر لمنظمة العمل الدولية اللي هو مئة عام على وجود منظمة العمل الدولية واللي على شرفه رح يكون فيه توقيع الاتفاقية اللي إلها علاقة بالقضاء على العنف والتحرش في عالم العمل اللي فيها مئة وتمانين مادة مربوطة في إنه هناك عنف موجه تجاه النساء في عالم العمل وكمان مهم كتير الإشارة إله لأنه كمان من ضمن المؤشرات اللي طلعت في اتفاقية سيداو بالتقرير اللي خاص فيهم أنه هناك فعلا نساء تتعرض للعنف في داخل العمل لكن غير واضحة لأنه بلوائحنا اللي موجودة في قانون العمل مثل ما حكت اللي يتعلق بالتمييز غير مرئي تمييز بالعموم ما في تفصيل إله ممكن هاي الاتفاقية كمان بالتوازي لسيداو رح تساعد لأنه الدول اللي منضوية تحتها حتى لو كنا مراقبين إحنا كدولة فلسطين من قدم تقرير نستنوي واللي من ضمنه بمنظمة العمل الدولية تقرير لجنة قص الحقاق بما يتعلق بعمال وعاملات المستوطنات هذا رح يساهم أنه فلسطين رح تاخد بعين الاعتبار الاعتراف أنه هناك في فعلا عنف مبني عن نوع الاجتماعي في موقع العمل وهذا العنف والتحرش وقسم كلمة التحرش وهذا أنا بجوز لأني أنا حضرت في مؤتمر منظمة العمل الدولية كلمة التحرش وفصلها عن موضوع العنف لأنه إلها تفصيلات كثيرة وإلها تداعيات وإلها لوائح توضع في داخل القوانين لحتى تأخذ بعين الاعتبار هذا بالتوازي بالمؤشرات التي طلعت بتقرير سيداك تحرش هي مش تحت العنف هي تحت العنف لكن في منظمة العمل الدولية كان الأولى أنه ينحط القضاء على العنف والتحرش لخصوصية هذا الموضوع في سوق العمل لأنه لما بتحطيها تحت العنف وهذا كان خلافي كبير بين الحكومات وبين فريق العمال لأنه لما بتحطيها تحت ما ظلت العنف بتضيع وزي ما قالت لما منحط التمييز بالإطار العام بضيع فإحنا بدنا تفصيلية أكتر لحتى نحكي عن الانتهاكات الحقيقية التي واجه المرأة في عدد كبير من النساء خرجت من مواقع العمل إلىها علاقة بالتحرش ولكن ما كان فيه الإفصاح عنها إيش هذا جانب الجانب الأخير إسمي الأقاطعك وبتحكينا الجانب اللي بتركز عليه لما في بداية حديثك ركزنا عن أكتر الانتهاكات في قانون العمل هي الالتزام بالحد الأدنى للأجور وثانيا قضية التحرش وإحنا مجتمع محافظة وحساسين لهذا الموضوع صحيح في نقابة العمال اللي بترصدوا يعني بحكم عملي بارف إنه هذا موضوع حساس موجود ولكن لا نجرؤ أو ما منحكي فيه لأنه ما فيش رصد حقيقي عشان لما نيجي نحكي يا وزارة العمل في عنا تحرش في المكان اللي فلاني طب منها اللي تعرضوا نفسهم بتراجعوا كيف ممكن نرصده حتى نقدر نقد عليه من خلال قوانيننا والتدابير والإجراءات الممكن إحنا في اتحاد نقابات عمال فلسطين وردتنا أكتر من حالة وحتى إحنا كمان في حالات وردتنا وكتبت بالتفصيل كقصة عن الحالات التحرش بالتفصيل اللي الممل وترجمناها في مؤتمر منظمة العمل الدولي لتلتغات في العالم وكان بالاتفاق مع مركز التضامن العالمي اللي كان بيحكي عن الانتهاكات الخاصة في المرأة لكن في مشكلة حقيقية مثل ما حكيت لكن قانون العمل ما تطرق لهذا الموضوع وأنا ما بقدر كمان أحول النساء لمراكز الشرطة إذا أنا ما مضمن لها حماية في بيئة القضاء لحتى كمان تنتقل كمان مش بس هيك لأنه كمان اتفاقية اللي بتحكي عنها منظمة العمل الدولية حكت أولا الوقاية من العنف وبحالة العنف وبعد العنف كيف ترجع لعالم سوق العمل هذا جانب الجانب الثاني أكم امرأة حاولت الطالب بحقوقها في سوق العمل يعني إحنا باتحاد نقابات عمال فلسطين أعلننا بشكل رسمي إنه إحنا مستعدين أي امرأة ترفع قضية بموضوع الحد الأدنى راح نتكفل في كل ما يتعلق في القضاء كان في خوف عندي النساء إذا أنا طالبت أسير وصمت عار إلي في سوق العمل ما حد يشغلني بعديها لأنه أنا أصبحت مطالبة للحقوق وهي كانت مشكلة كبيرة عندنا لأنه أغلب النساء كمان عندهم الخوف الرادع بسبب ارتفاع نسبة البطالة وغلاء المعيشة يعني في عدد كبير من النساء سنة كاملة وإحنا نزورهم في مواقع عمله حتى بالشراكة مع دوائر التفتيش قديش بتاخدي بتقولك 1450 شكل بتاخدي إجازاتك السنوية بتاخدي إجازاتك الأمومة بتقولك نعم لما بصير أي ظرف تيجي بتعترف بعد فترة يعني في إحدى المواقع النساء كانت تحكي عن 1400 وكانت تاخد 750 شكل لما سألناها ليش لأنه بتقولك ما في خيار عندي أنا إذا خرجت عائلتي معتمدة على ومع إنه المبلغ بسيط قسم كبير من رياض الأطفال لليوم عم بياخد 500 شكل و600 شكل 100 دينار و150 دينار وما قادرين وطحت مبررات إن القطاع الخاص إذا طبق الحد الأدنى للأجور وهذه المبررات واهية لأنه أغلب القطاع الخاص المنشآت الخيرية هي اللي ممكن يمكن دراستها إنه يتؤثر إذا طبقت الحد الأدنى للأجور لكن ما زال القطاع الخاص يتخبى ورح ضريعة إذا أنا طبقت الحد الأدنى للأجور أنا رح أتعرض لمنشأ لخسارة كبيرة وهذا كان أحد الأسباب في الضمان الاجتماعي أنا واجهت في مواقع في نابلس إنه هدت صاحب العمل إذا أنا طبقت القانون عند العمال إذا طبق القانون صاحب العمل رح يقول أنا ما بقدر أطبق القانون إلا أتخلص من عدد وهذه طبعا كذبة وإشاعة طلعها القطاع الخاص لعدم إلزاميته في تطبيق القانون أخت إيمان هل هناك آلية تتخذونها في وزارة العمل من أجل تطبيق المساواة بين جنسين وهي الأشي الأساسي اللي ركزت عليه اتفاقية سيداو هي المساواة بين الجنسين في حق الحصول على العمل وفي ظروف عمل مناسبة وملائمة ما عن الأخذ بعين اعتبار خصوصية المرأة بين إجازات الحضانة ودور حضانة لأطفالها إلى آخره والسكن والمواصلات يعني الإجابة بالشكل العام آه نعم بتحكي عن مؤسسات منتظمة وعمالة منتظمة في إجراءات في مخالفات لهذا الحكي طبعا موجود إذا إحنا بنحكي عن ضروف سوق عمل واقتصاد عنده مشاكل بنيوية يعني المرأة يعني بحاول رجع الأمور لأسبابها يعني إنه عنا نسبة بطالة النساء عالية جدا وهي مشكلة كبيرة جدا لكن كمال نسبة البطالة بشكل عام عالية جدا لكل الجنسين لكل الجنسين يعني إحنا بنحكي عن ضروف سياسية أحيانا ممكن أي حدا بسمعنا يقول عم بتخبه وراء هذا الحكي لا مش عم نتخبه وراء هذا الحكي هذا هو وقائنا لما بنحكي عن مناطق سي كل يعني أنا بأمنش بالتقارير ببساطة اللي بتنعمل للبنك الدولي ولغيرها بس إذا هاي التقارير عم بتشير إنه إذا إحنا لو سلمت المناطق سي للفلسطينيين بتنحل مشكلة البطالة بتنحل المشاكل معضم المشاكل الاقتصادية أنا مش هون جاي أحكي عن السياسة والاقتصاد بس أنا بحكي عن نعم واقع تشسيد للواقع أشارت عايشي لجزئيات إنه النساء يعني أنا مش عاجبني هذا مش حد أدنى للأجور بحمي الحالي وبروح بيجيوا عشرة محلة ينافسوا عن نفس الفرصة لإنه وبالتالي يعني في مشاكل هيكلية أو بنيوية في سوق العمل تمنع من التنفيذ الكامل يعني ما فيش حدا بقدر وأنا ما بحمل النساء يعني أنا بكل اللي أنا بحكيه هذا ما وقول النساء هي الطرف الأضعف في المعادلة ما وقول والله المرأة ما رديت تعترف إنه هي بتاخد أقل ولا رديت تشكي ولا 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 في خط مباشر لشكاوى النساء من سنين بوزارة العمل فيش أمرأة بتحمل التلفون وتقول عندي شكوى حتى من غير ما بتحكي اسمها حتى من غير ما بتحكي اسمها مفتش العمل إذا بتحرك على شكوى بتحرك دمين شكوى مكتوبة وموقعة إذا بده إذا هو راح ممكن يروح ما يظهرش اسمها وهذا وارد بس لازم تكون لحمايته إنه في شكوى عنده بملفاته هلا ممكن يروح على مكان العمل وعنده يعني آليات عنده مهارات عنده إنه يكتشف إنه هذا الحكي صحيح أو لا لحد الآن مش كتير النتائج مجدية لحد الآن لأنه يعني الخوف من البطالة سيد الموقف في هيك مجالات إحنا قمنا بتدريب كوزارة إحنا كنوع اجتماعي بالوزارة دربنا المفتشين سابقا أكتر من تدريب على تلمس قضايا النساء في سوك العمل هلا بالمشروع الأخير في النص التاني من الالفين وطمانتاش كان فيه مشروع مع منظمة العمل الدولية برضو تعرضوا كل مفتشين العمل كلهم لتدريبات على ثلاث فترات يعني كل مجموعة إجت بفترة معينة أخذها التدريبات على كل ما يتعلق بالقضايا اللي بتواجهها النساء من التحرش الجنسي من العنف وتفاصيل العنف يعني إذا بنا نحكي بتفاصيل العنف فيه كتير واسعة كتير إنو وين تكون قاعدة ممكن تكون قاعدة يسحى معرضة للعنف وين تكون الأجهزة اللي بتتعامل بتستخدمها يعني فيه تفاصيل كتيره على موضوع التمييز على موضوع الاتفاقيات الدولية على موضوع دخل كله بالتدريب ودربتهم جميل جدا يعني هذا منوله حتى جزء ومش بس قانون عمل حساس للنوع الاجتماعي كمان حتى تدريبات الموظفين نفسهم صاروا أكتر دراية وأكتر معرفة وشاركوا كمان هم نفس المفتشين شاركوا بحملة العمل اللائك مع اتحاد نقابات العمان يعني جزء من البرنامج هذا إنو بكل المديريات وكل المحافظات كان في جولات تفتيشية على التحقق من يعني تطبيق يعني شروط العمل اللائك بأي فرصة عمل في عندنا مثلا تقييم صار تقييم للشكاوي ليش الشكاوي يعني آليات الشكاوي يعني مش ناجعة ما في نساء ببتشكي ما في هل إحنا يعني طب ليش الخط هذا يعني النساء ليش مشفعها ليش ما حدش بتصل عليه طب هي من الصباح لساعة أربعة بالشغل وساعة أربعة ممكنش في حدا موظفين موجودين إذن بالتالي لابد ويمكن يكون مراعاة احتياجات هي بعض الظهر ممكن تتصل إذن لابد من حلول لابد من أشياء بسيطة تجذب النساء إنها تعبر عن قضاياها ومشاكلها إحنا مدركينها إحنا مدركين شو بتعاني النساء وهذا الحكي بظهر لما بتعمل دراسات حتى ما بتحكي المرأة العاملة إنه هي تعرضت لهيك بتقول جارتي تعرضت نادر ما تحكي عن حالها لأنه في وصمة جارتي تنسب إذمينتي تسقط على حد آخر لكن بيكون فيش تشفاء لكن بالحديث لأن الوقت عم بداهمنا ولازم نحكي عن هاي الفئة بس فيشي مهم لازم أحكي عنه بما يتعلق بسيداو بجوز أنا كمان حكيته قبل هيك إنه سيداو سوق العمل والمساواة مهمين لكن الشي اللي أهم منه إحنا كنساء كلنا مجتمعين في كل القطاعات إنه وجود المرأة في صنع القرار هو أحد الحلول اللي ممكن تساهم للحد من جزء من القضايا يعني مهم كتير أنا بجوز شوف التجربة لما شوفت منظمة العم الدولية ندوة إلى علاقة بالمساواة بالأجور وكان أحد الأسباب الأساسية للوصول للمساواة إنه هن اشتغلوا على شغلتين إنه وجود المرأة في البرلمان 50% وجود المرأة في الحكومة 50% إحنا ما زلنا في فلسطين في تراجع وجود المرأة في صنع القرار كل ما كان في مرأة قيادية واعية للنوع الاجتماعي في صنع القرار سواء موجودة في البرلمان بالمجلس التشريع موجودة في الحكومة طبعا أكيد مهم ندرش نشطر بمعهر بس كمان مهم مهم كتير أنه أنا لما أناضل لأنه يكون في نساء نساء فعلا مستوعب شو معنى النوع الاجتماعي وجود امرأة وتشريعات حقيقية هذا جانب جانب الثاني ما زال مجتمعنا الذكوري بينزل للمرأة بطريقة دونية وإحنا في تراجع ولازم نحكي عن هذا المؤشر مش الموضوع العلاقة بس بسوق العمل العلاقة بالنظرة المجتمعية لدور المرأة القيادي سواء في سوق العمل أو في أي مكان آخر قبل ما ننهي اللقاءنا في قضيتين لازم أشرهم أنه قضية التحرش ممكن يكون لها أثر سلبي أنه نبدأ نحكي فيها بتصير ثقافة مجتمعية أن المرأة اللي بتخرج للعمل هي بتتعرض لتحرش هذا ممكن يكون لها انعكاس سلبي بسبب ضعف الوعي لدى بشكل عام المجتمع أنه ما منقدرش نقول أن الصبية أو السيدة اللي قالت أنا تعرضت لعنف أو لتحرش هي سيدة قوية وعارفة واجباتها وعارفة حقوقها بنصير نعمم تجربتها وكأنها هي منوصمها إن كأنها هي المخصصة كيف تصير منظومة تستوعي لكم عليها القضية الثانية القضية الرصد لكن عندنا نساء بيعملوا في المستوطنات وفي بعرفت كيف ممكن رصدهم لابد أن هذه عمالة وعدد لا بأس به من النساء يقومنا بهذا العمل ما منقدرش نتجاهله كيف بيصداو ضمتو ضمن يعني ممكن تقريركم إيمان كيف ممكن أنتو بترصدوهم في النقابات يعني إحنا بالنقابات حملنا المسؤولية الأكبر للاحتلال في وجود عدد كبير من النساء في المستوطنات لأنه ضعف وهشاشة الاقتصاد الفلسطيني له علاقة بالسيطرة على الموارد اللي إلها علاقة بفلسطين أنه إحنا ما منقدر نسيطر بهذا الاتجاه هذا جانب الجانب الثاني مثل ما حكت نسبة البطالة ونسبة عدم تطبيق قانون العمل خلى أعداد كبيرة من النساء أنها تتوجه للعمل في المستوطنات لكن الشي الأكبر والأخطر منه أنه هنا بيشتغلوا في المستوطنات مش تحت أي مظلة أي حماية وتحت مظلة قانون العمل فلسطيني ولا قانون العمل دولة الاحتلال وهي كانت أحد الأسباب أنه هناك في انتهاكات عالية باتجاه النساء يعني إحنا رصدنا حالات إلى علاقة أولا في نساء تعرضت للإصابات بأمراض السرطان من أن تستعملها النباتات أو عدم استخدام شروط الصحة والسرعة المهنية في هناك استغلال واستدراج للنساء للإسقاط يعني إحنا في أحد المخيمات في مجموعة من النساء تم استدراج لإسقاطهم تهديدهم أن تذهبوا إلا إذا لم تتعاملتوا معنا وأعطتونا معلومات وتمتوثيقها بالترتيب مع الأجزة المنية نحن نريد أن نصل مجتمعين كلنا أن كل هذه النساء من المستوطنات والعمل داخل الأراضي المحتلة لا يرجعوا للسوق الفلسطيني لكن هذا يريد تكاثف جهود ليس فقط نحن ووزارة العمل هذا يريد منظومة اقتصادية كاملة حتى يكون هناك عمل لائق حقيقي للمرأة في السوق الفلسطيني أكيد عنا دائرة الشكاوي اللي خاصة في الاتحاد العام من نقابات عمال فلسطين ومنتبع فيها جزء كبير من القضايا ومنحاول نشتغل فيها عبر منظمة العمل الدولية وإحنا سنويا بتيجي لجنة تقصي الحقائق بناء على شكاوي هذه لجنة تقصي الحقائق بتيجي من منظمة العمل الدولية بتقابل عاملات المستوطنات والعمال وبتعمل تقرير وبجوز بالمؤتمر السابق كان فيه هناك إجراءات حقيقية يجب أخذها باتجاه والحقوق والانتهاكات التي تمارس تجاه عمالنا وعاملاتنا وللأسف ما زالوا هناك في نسبة خطورة عالية مش بس في موقع العمل الانتقال وكمان هذا اللي وثقناه في منظمة العمل الدولية انتقال النساء من بيوتهم لموقع العمل والعكس صحيح وفي درجة عالية من الخطورة اللي بتمس حياتهم مش بس بتمس في حقوقهم الإنسانية وحقوقهم بمنظمة العمل الدولية بتمس بحياتهم اليومية اللي ممكن بأي لحظة يتعرضوا للقتل إيمان في كلمة أخيرة ما الجديد في التقرير الذي سيقدم للجنة سيدعو القادم يعني هو على مستويات متعددة في موضوع التشريعات احنا أنجزنا تعديلات قانون العمل من منظور النوع الاجتماعي تعمقنا فيه يعني ما أخذناش بس أجازة الولادة وأجازة أخذنا كل ما يتعلق بالنساء في الجانب دورها الإنجابة وكمان في كل قانون العمل لأنه ينطبق عليها قانون العمل كله ولكن تم تخصيصها في جوانب معينة اللي هو في قضايا الإنجاب القضية الثانية يعني موضوع التمييز والتحرش وكل هذا الحكي الأجور بنحكي عن أجر متساوي لعمل أو ذي قيمة متساوية مش بس التساوي بالأجور كمانينا كلها بتحكي عن تساوي هو أصلا المساوى بحد ذاتها مش موجودة لحد الآن سينا بنحكي عن تقييم وتوزين الوظائف ومهام هاي الوظائف عشان نقدر أنه القيمة المتساوية لهذا العمل وهذا يعني أنا مش مدير عام بدي أخذ عشر تلاف وهي لأنها سكرتيرا تاخد ألف لا بدنا يعني بدنا نشتغل على هذا الموضوع هذا الموضوع يعني دخل تعديله على القانون على التشريعات عشان نشوف شو الأليات اللي نشتغل فيها مستقبلا أنا بعرف أن الحد الأدنى للأجور لسات ومشكل كامل متطبق بنعرف أنه في عدم مساواة بالأجور وهذا إشي واو يعني إشي كتير أعلى بس نشتغل عليهم كبكج يعني كلهم مع بعض في قضية المشاريع الصغيرة إحنا بنعرف أنه بنحكي كلنا عن البطالة وبنقول أنه فرص العمل توليد فرص عمل جديدة يعني فيها صعوبة واردنا في صعوبة وبالتالي التشغيل الذاتي أحد يعني أحد الوسائل لتشغيل النساء إنها تعمل مشروعها الخاص يقدم لهذا موجود بوزارة العمل موجود من اتفاقات اللي عم بتتم مع البنوك في يعني اتفاقية برمانة الحكومة حتى صندوق التشغيل يعني برئاسة المزار كمان بتعاقد مع مؤسسات تعطي تدريب وتعطي يعني كيف تبدأ النساء بمشروعها في عندك جوانب الحماية يعني تنفيذ الحماية يعني من خلال التفتيش تدريبهم وتدريبهم على قضايا النساء وكذا في يعني كل القضايا اللي أثرتها سيداو إحنا حطيناها بجدول نتناقش فيها بشكل يعني خلينا نحكي كل فترة والتانية مع الإدارات المعنية كل حدا ضمن اختصاصه إنه هون وين بدنا نركز هون وين بدنا ندعم بس إنه يعني أنا مش متشائمة ولكن بقول إنه إمكاناتنا ووضعنا في فلسطين بحد أحيانا اللي بخلي المرأة تفوت على البنك تقدم الشيك تاخد 1450 تطلع تعطي لصاحب العمل 700 وتخلي معاها 700 أو 800 يعني ما وصل هاي النساء لهاي المرحلة إلا يعني اللي شايفته قدامها بسوق العمل ولا بالمجتمع بشكل عام ولا بالاقتصاد كله بشكل عام يعني وكيل وزارة العمل السيد سامر سلامة صرح قبل يعني أسبوعين أو ثلاثة كنا بتعديل تشريعات القانون العمل إنه إحنا لازم نشتغل على اقتصاد مقاوم إحنا تحت احتلال يا جماعة تحت الاحتلال نشتغل على اقتصاد مقاوم هلأ أنا كن جاي من اجتماع إن الاقتصاد المقاوم بده سياسات مقاومة بده سياسات أنا مع أنا بشكل شخصي بس إنه هلأ معنيها بدنا نشتغل على أساس إنه إحنا فعلا تحت احتلال نحضر لتحت الاحتلال وبحكي عن اقتصاد مقاوم بده نحضر من الاستيراد اللي عم بعب السوق وبالتالي دمر الإنتاج نحن وين فرص العمل؟ فرص العمل ما بتيجي في قطاع خدمات حتى تغييرات نولية فرص العمل يعني قبيماً النساء بيشتغلوا في مشاغل خياطة هلأ هده كان يخدي نسبة عالية من النساء صحيح بس الكطاعات الكطاعات الإنتاجية هي المولدة لفرص العمل اللي هي زراعة وصناعة والتنين هدولا القطاعين بسبب يعني إنه إحنا حدودنا مفتوحة سواء مع العدو يعني بخلينا عكيها ببساطة مع الاحتلال وبكتر أسواء كنا مفتوحة فش حماية للمنتج الفلسطيني بتدخل السلعة كلها بعدين يعني فش أي رسوم جمركية على السلعة اللي بتيجي من الخارج عشان هيك يعني حتى بنحكي كونا بنشتغل على بتصفل تكلفة المنتج الفلسطيني نشتغل على يعني سياسات وأدوات سياساتية لحماية منتجات النساء هذا عم نشتغل عليه نشتغل عليه سابقا أوراق سياسية سياسات عامية نشتغل عليه أدوات كيف؟ نجي نحكي عن الحرف الحرف يعني إشي تاريخي بفلسطين والنساء بتشتغل بها بصناعة الحرف من خشب الزيتون وغيرها خاصة في المناطق السياحية بيت لحم والقدس حالياً تجي السلعة من يمكن تكلفها السلعة ثلاثة الشكل إذا تباعها بأربعة فرضاً بتيجي السلعة من الصين مستوردة بتيجي بنصف شكل يعني إذا نبعت بشكل توفر ربح أكتر من هاي كيف إحنا ممكن نحمي نحمي منتجاتنا إذا حمينا منتجاتنا معناها تسوقت أكتر معناها توسع أكتر معناها في فرص عمل أكتر كمان هذه أحد الأشكاليات تم مناقشها تنوع كمان بالمنتج يمكن يكون أحد الحلول يعني كله منتجات غذائية منتجات غذائية أو حرة العنصر الأساسي بالإضافة للي حكته زميلتي هو رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل وهذا أحد الأهداف اللي لها علاقة بسيدها وهذا المؤشر الضعيف وأنا بشوف اليوم وبجوز من هذا الممبر الإعلامي موضوع مشاركة المرأة ومشاركتها في قطاعات مختلفة مش بس بالقطاعات اللي حكت عنها لأن هذه القطاعات كمان في عندها إعاقات كبيرة يجب أن يكون هناك سياسة واضحة لدى الحكومة سياسة تحفيزية وتشجيع للنساء وتقديم مبادرات تجزب النساء للقطاعات اللي فيها النسب قليلة وأنا في كتير تجارب منها التعليم اللهمي والصناعي مش بس هي كمان منها كمان إنه المحامال المهندسات كم عدد النساء اللي بتشتغل في هاي الأقصى مقدش بتواجه من النساء مقاومة مقدش نسبة رواتبهم مقدش العدالة بيناتهم فكمان مهم كتير إنه يكون مثلا لدى وزارة الاقتصاد لما في منشأة بدها ترخص لإنشاء هاي المؤسسة تحط نسبة لمشاركة المرأة في هاي المؤسسة تحط آليات تحفز إنه هاي النساء أنا كنت في إحدى المؤتمرات في الاتحاد الأوروبي في باريس في مدريد كانت النساء في القطاعات اللي أقل يعملوا رواتبهم أعلى ساعات العمل أقل لحتى يشجعوا لهذول النساء إنهم ينزجوا بهذه القطاعات في التوازي لكل المنظومة يعني سياسات تسجيعية لا يجب أن يكون هناك في فعلا سياسة واضحة لدى الحكومة وليست وزارة العمل فقط لأنها مسؤولية كل الوزارات لإنشاء التنمية الاقتصادية اللي إحنا منرتقي إلها إنه هناك فعلا يكون نساء حقيقيات في كل القطاعات موجودة في أعداد توازي الرجل إذا مش بنفس المستوى أقل من درجة وهذا رح يساهم إنه هناك يكون منظومة أهداف التنمية المستدامة واللي خصصت تختلف عن كل الأهداف السابقة حكت بهدف خمسة هدف خاص بالمساواة بين الرجل والمرأة وهذا بتطلب من السلطة الفلسطينية مش بس بسيداو بكل الاتفاق بتطلب فيها عبر أهداف التنمية المستدامة أن يكون هناك سياسة حقيقية في سوق العمل تضمن مشاركة المرأة متساوية مع الرجل والمرأة نعم وأنا ركزت عن نقطة مرينا عليها ببرو شفت إيمان أشارت لها اللي هي توجيه التعليم المهني كده حبت عليها لأنها قديش نقرأ إن البدائل من البدائل والحلول كمان تغيير نوعية المهن لأنه زي كنت في بداية حديثك يا عايشة إنه كلها بتخرجوا من الجامعة بنفس التخصصات ومفت التوجه نمطية تدريب المهني إحنا بجوز بنابلس عملنا تقييم إنه أغلب النساء بتسجل يا بالتجميل يا بقضايا نمطية نمطية يجب نقل المرأة يعني أنا هذيك المرأة وإحنا في نابلس وبجوز الأخت عنا لأنه هي مسؤولة التشغيل من كتر متواسط ناس لأنه بدنا دورات للبنات تجميل يا عمي فيه فيه تصميم فيه مبادرات أخرى في التدريب المهني مراعية للنوع الاجتماعي إنه تكون المرأة موجودة فيها شو المانع إنه المرأة مثلا تسوق شو المانع إنه المرأة تصلح أجهزة ألكترونية شو المانع يعني بنابلس لما زوجة أحد أحد النساء في نابلس توفى الزوجها راحة تشغلت المنجرة ليس توعبنا إنه هي بتشغل في المنجرة لأنه هي بحاجة لأسرها بس مجتمعيا إحنا مش كتير مستوع منه هو نمط ممكن ظروف مجتمعية الشيء اللي أهم منه كمان إنه إحنا في حالة الاحتلال ليه تقبلنا لما المرأة تقاوم مع الرجل يعني نمطية المجتمع وكأنها بتحطك تحت الأمر لا يجب أن يكون هناك سياسة واضح على زج النساء في كل القطاعات يبقى تغيير الفكر المجتمعي كمان والتوجهات هذا بلعب دور سياسات حكومة ودور الإعلام كمان دور الإعلام دور المجتمع المدني يعني بذكر أنا في قصة سيدة بالأردن كانت تشتغل مواصر جيف وتصلح البلعاء وكانت تقول إنه الناس بالعكس بتقبلوا دخولوا للبيوت أكتر وبيرتاحوا يعني فالمجتمع يتقبل في عنا بس يعني في إمرأة دارت منشار حجر منشار حجر ومسكت المنشار يعني واشتغلت فيه يعني بس حالات بتضل حالات قليلة اللي أنا بتحكي فيه اللي هو موضوع التوجيه والإرشاد والتوجيه المهني والتقني المرافق للتدريب المهني يعني هذا عندنا مع إدارة التدريب المهني أنا بتبع معهم بشكل دائم لأنه بدنا نرصد كل هذا الحراك أول إشي كل كل المهن الموجودة في التدريب المهني مفتوحة للجنسين مش مغلقة ولكن ما تحدثت بها عايش يا عان كيف المجتمع بتقبل المرأة بأنية مهنة هذا بلعب دور يعني أنا بقول إنه بدنا إنه النساء نغير يعني عملية التوجيه والإرشاد بتتم بالمدارس يعني فيه زيارات بين إدارتين بالوزارة تشغيل من جهة وتدريب مهني بيزوروا المدارس من صف 9 كانوا من صف 10 هلأ من صف 9 أول شي يعني بحطوا خيارات التدريب المهني أمامهم وين ممكن يتوجهوا يعني في حالة إنه ما كملوش أكاديمي الإشي التاني فيه عملية توجيه أكاديمي لما بدخله السنة الأولى بالجامعة إنه على أي تخصصات ممكن يروحوا يعني طبعا فيها عملية فيه مكاتب توظيف في الجامعات فيه اتفاقيات مع الجامعات فيه شغل بالمناسب هاي النصار أحد كلها الجنسين يعني هي ليش تفكرت على الإيساء أنا لما بحكي أنا لما بحكي عن مدارس هي للجنسين فيها مدارس مختلطة يعني هيك إحنا نقدع بطالة حتى في شكل ومفهوم نشتغلش للمرأة الحال صحيح إحنا شترتنا إنه تكون 50% من المدارس اللي بيزوروها تكون إناث بس يعني المفروض هاي العملية كلها بالتم للذكور وللإناث بس لازم تكون في 50% من المدارس إناث أو في عندك مدارس مختلطة يعني أنا بناتي كانوا في مدارس مختلطة وكانوا بيجوهم يعني كتدريب وتوجيه مهنة لا التوجه ل يعني مهنة جديدة أنا بشكركم كتير أخت إيمان أسفل المقاطعة لكن وقت دهمنا يعني هتأخذنا وقت إن شاء الله منكون يعني أشبعنا الموضوع وتحديدا في قضية انضمامنا لاتفاقية سدا ونشوف إنعكاسات انضمامنا بس يعني إحنا بلا شك عنا قانون عمل ومعها التغيير التغيير والتعديل في القانون ممكن ننشد أو يعني نرجو نرجو يعني نتائج عملية حقيقية تعطي المرأة الفلسطينية حقها في نضالها والاجتماعي والمهني والنضالة طبعا ضد الاحتلال بشكرك كتير أخت عايشة من نقبات عمال فلسطين رئيس الدائرة المرأة وأيضا الأخت إيمان عساف رئيسة وحدة النوع الاجتماعي وزارة العمل بشكر حضوركم وإنتم شاهدين الكرام بشكركم على كرم المتابعة وإلى اللقاء في حلقة قادمة من سيدا بين التطبيق والواقع اشتركوا في القناة